هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسن بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار سألتكن أنا يا جايز هيدا الأسبوع أنه قررنا أنه اسم الحلقة هو طلع من حياتي وسألتكن يا جايز كمان شو بتعتقده يكون موضوع هيدا الأسبوع لما قلكن طلع من حياتي أول شي خلينا نتأهل بهيسم قبل ما هلأ يعملنا أنه أنا بعمل 3-4 الحلقة وبستقبله بآخر دقيقة بونجور يا هيسم حتى استقبلك إلي فيه وتربيح جميلة يعني حتى أنك تقول لي بونجور بتربحيني جميلة يا صباح الخير صباح الأبيض صباح الطهارة صباح اللون الحلو اللي عليك اليوم حلقة اليوم يمكن بتعني لك كتير بس ما فيني حط اسمك حط حلقة اسمها طلع من حياتي لأنه ما بعتقد بحياتي ما أقول إليك طلعي من حياتي صباح الخير حياتي واو هيسم فعلا بعتقد أنا هيدا البودكاست محتاجة لإله يوميا أو يمكن أنا محتاجة لإلك يوميا تقول لي هيدا الكلام لأنه يا هيسم الحياة صعبة ولما قل لك طلع من حياتي رح نعرف أسبابها اليوم لما سألت الجايز على أول شي بونسوار شو معقولة يقدروا أنه يكون الموضوع طبع طلع من حياتي هيك على السريع مثلا كتار حكوا عن العلاقات السامة نحن مرة حكينا عن العلاقات السامة سوء منها كتير قريبة الناس التوكسيك، الستوكيرز، في حدا نفكر دايت، مسلسلات، مشكل بيني وبينك، بريك أب، الحزس مشكل بيني وبينك إنه تود بي بيرفكت لهيك حلا بس لا مش لا ما رح نوصل لمرحلة وين إنه أطلع على البودكاست مباشرة إلو لا هيسم طلع من حياتي ما وصلنا لهالدرجة مش إنه هيك رح نفكس علاقتنا على الهواء يعني لا بس ليك تعنوا عدون للجايز إنه يوم من القيام بعيد الشر مئة ألف مرة إذا رح يجي هيدا 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 Oh my God غنوة Oh my God قضية حتى من صدقتنا بدك تستفيدي على الهواء ولا بدك تعملي شو من علاقتنا إنه مانيك كارداشين يعني إنه مش رح تعملي شو من هيا إنه خلاف خلاف بين هيسم وغنوة يتطور على الهواء مباشرة أوكي لحظة خليلي أنا أخبركم background للصاب بيوم من القيام قاعد بأمان الله out of nowhere أنا وغنوة منحكي out of nowhere بس إنه منحكي بأصص ممكن أبعط له صورة ونحكي شوية عنا ممكن تقلي شي شغلي هيك مثلا خبرية عرفتها بنهارة إنه صدمة مثلا تصدمني معا أي شي فجأة بتبعتلي هيسم قالت أنا في شي صغير قالتلي وكنا باللال وأكيد باللال كتير يعني أنا قالت في شي قالتلي حلقة هيدا الأسبوع اسمها طلاع من حياتي أو يمكن حتى دغري قالتلي طلاع من حياتي حلقة هيدا الأسبوع هيك اسمها بدي فجر كل شي عندي لأنه عندي مية شغلي أحكيها ويارات فينا نسجل هلأ كنت كسرت الدنيا أنا ما قالتلي كسرت بس إنه قالتلي شي تاني ايه كانت عم تسب كانت عم تسب ما رح ألكن شو سبت فيارات فيني سجل بهاللحظة قالتلي طيب شو فيه فسريلي على القليلة قالتلي ما فيني أحكي هلأ رح ننطر للحلقة فأنا مثلي مثلكون مش إنه ما بعرف شو فيه بس إنه مش ما بعرف شو الحلقة بس إنه كتير عبالي أعرف غنوة شو هالسبب يلي خليها تعمل هالحلقة يلي هالقد مزعيش شو صار بهديك الليل غنوة ومن هول خلينا ننطلق بحلقتنا بتعرف اليوم الصبح هيسم I was scrolling هيك شوي على انستغرام وقريت شغلي وبعتقد هي هيدا مشكلتي بكل شي بقطع فيه لما أقول طلع من حياتي لهي I don't know to set boundaries شو يعني بالعربي عم والمعروف ما بعرف يعني ما بعرف حط حدود أو حواجز بيني وبين الشخص نعم أنا مين ما كان الشخص يكون لما لما إنسان مين ما كان يكون يدخل على حياتي إن كان كصديق إن كان كزميل إن كان شو ما كان أنا كتير إنسان بيعطي من قلبه ما بعطي قليل ما بعطي أدمى الشخص بيعطيني لا once أنا بقلب العلاقة مين ما كانت تكون بروح للآخر لأنه دايما بفكر براسي إنه أنا رح أحصل على أدمى عن بعطي وإذ بيكتشف كل مرة يا هيسم إنه لأ مش الكل رح يعطيك قد ما أنت بتعطيه هيدا واحد وتاني شغلة إنه مش كل واحد مثلك مش كل واحد بيشبه شخصيتك مش كل واحد بيتعامل بالحياة مثل ما أنت بتتعامل فيه بس قبل ما تكفي بعد 30 سنة بعدك بتتفاجئي يعني بعدك بتشوفي إنه هؤل قصص كل مرة بيفجئوك يعني الكف كل مرة بيوجعيك أو لا بتحسي إنه أوكي تخدرت يعني للأسف يا هيسم كل سنة أو كل ما يصير معي هيك خبرية بقول إنه طب ما أنت صرت قطعة بكذا موقف مثل هيدا ليش بعد ما تعلمتي وفعلا هيدا السؤال ليش بعد ما تعلمتي ليش بعد ما تعلمت هيسم بعد 30 سنة على هيدا الأرض وبعد 30 سنة من اكتشاف البشرية وقديش عن جاد في أشخاص نفسيات بهيدا الحياة ليش بعد ما تعلمت هيسم بليس خبرني عبالي أعرف قبل قبل ما خبرك بس بتذكر بحلقة عيد ميلادك ستيفاني سميرا من وجهها تحية اللي هي لولا المعروفة بلولا يمكن الناس بتعرفها بوقتها قالت عنك بالفويس اللي حكيته عنك إنه أحلى شي بغنوة هو إنه بعدها بعدها مش أحلى شي هي قالت بوقتها إنه غنوة اللي عندها هو إنه كتير بعدها بتوسق بإنه الناس مثلا وإنه الناس كلها طيبة وإنه الناس كلها منيحة وبوقتها قلتلك أنا بالحلقة وقلتلي أنت إنه رح جرب أفهم هالموضوع قلتلك إنه للأسف يارات الناس كلها مثلا ومثلك مش إنه نحن أحسن شي بس إنه يارات مثل نفسية الحلوة بس لا يعني الصورة على الصدمة بس إنه لا يعني حتى صاروا أقلية كتير كبيرة الخير طب أنا معك أنا معك بس فيك تجاوبني على سؤال إنه كيف الواحد بيتعلم قبل ما نفوت هلأ بتفاصيل شو يعني طلع من حياتي كيف الواحد بيتعلم لما يأكل كف مرة واثنين وثلاثة إنه الوجع يعني وجع الكف أو وجع الجرح من الشخص اللي عن جد قريب منك مفروض يعلم يعني يعلم بمعنى إنه يزعج يصير كلمة تصير شغلة يصير عندك مثل نوع التراوما تجاهها فكريميل هيك الناس عادة بتعمل أزمة ثقة بشخص معين لأنه بتكون عن جد وسقت بحدا وفاتت بالحياة لدرجة إنه هيدا الفوطي بالحياة وجعتها فكل ما تجرب توسق بشخص بترجع له هديك التراوما هديك الوجع بتقول إنه لأ خليني أعمل شوية ستاب لورا فكريميل هيك عم بسألك بس ثانية هيسم أنا كل ما حدا مثلا مثلا في رفيقه هلأ قلو فترة كان عم بيحكيني كان عم بيحكي مع بنت عن جديد ودايما كان يجب لي ترومي تعليقاته السابقة قلو إنه ما فيك ما فيك تقارين كل بنت للبنت اللي كنت أنت معا لأنه كل بنت بتختلف عن غيرها فأنا هيدا جواباني عليك إنه أنا كل مرة بقول إنه واتقف هالشخص مختلف عن الترومي اللي أنا أكلته من قبل واتقف بعطي هيدا الشانس وإن شاء الله يكون قدى وإز ما بيكون قدى ما بدي يكون نيجاتف ما بحب أي من العالم على علاقات وبوكسات أكلتها من قبل لأنه ما بحب أظلم الشخص اللي أنا عم بعطيها الشانس يعني معك حق مية بالمية بس أنا لحتى ما كون نيجاتف بس رح قلليك ليه بتقولي وات إف كي وات إف ما كين قولي وات إف كين يعني كوني حذرة من الأول لحتى ما توصل لها المرحلة إذا وصلتي لها بتكوني محضرة حالك بس ساعتها how do you enjoy the relationship يعني إذا بدي يضلوا in the back of your mind إذا دايما بعقلك الباطنة بدي يقول إنه يهيدا at any point فيه يعني يتعميني هوا ساعتها بتضلك نقزين منه ساعتها ما فيك قد ما أنت بدك ساعتها ما رحتم بصيك بهالعلاقة اللي إنه بتضلك نائز منه لإنه at any point فيه يصدمك بهيد الشغل أو يجرحك أو 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 أنا مش عم قولت فوتية على تفاصيل هالعلاقة يعني مش إنه مثلا كل ما قال لك مرحبا أو قالتلك مرحبا إنه لحظة هيدا هلأ رح يفوتني بالحيط لا بس إنه بشكل عام كهيكي نظر عام للشخص ولا مرة تقولي إنه أنا هيدا الشخص بوسق فيه للعمى أنا هيدا الشخص مسلمته كل أسراري أنا هيدا الشخص فيه يجرحني بيلحظة لأنه بيعرف كلنا قد ضعفة هاو مش ضروري فيكي تكون كتير عم تستمتع معي بأحلى علاقة صداقة وكتير منوسق ببعض بس تخلي عندك هيدا الواحد بالمية خط رجعة يلي هو إنه هيدا الزلمة إذا جرحني أنا بدي كون جاهزة إنه عم يجرحني لأنه للأسف هاي طبيعة البشر للأسف عم قولها الجمل يعني أنا مش هيك بفكر بس إنه هيك الناس وبعتقد حكينا من فترة عن شخص كمان قلنا إنه قد ما تكوني صحبة مع إنسان بيضل في عندك هيدا علامة الاستفهام إنه هيدا الشخص ممكن بأي لحظة يتغير لأنه هي طبيعة الإنسان فإنه كوني جهزتي لبس أكيد رح ترجع تنجرحي وكرا رح ترجع تكلي الكف بس بيفرق الكف بإنه كأني كنت موقعتي يعني كأني كنت إنه بعرف إنه كان رح يجي هلأ أو بعد عشرين سنة شو صار مع غنوة ديك الليلة هيسم مثل ما قلتلك أنا شخص لما يكون بأي نوع صداقة أو علاقة بحب إنه أعطي كل ما عندي أنا يا عزيزي يا شخص هيسم لا أنا شخص كيف بدي أقول فقلتلك أنا يا شخص أنا يا عزيزي هيسم يمكن كتير متربع على واتساب يعني أنا واتساب كأبليكيشن بتشكل حالة هلع و يعني رعب كيف يعني فسري لنا أكتر شو يعني أنا شخص كون حكيته ويطلع أونلاين مرة واثنين وثلاثة واربع وبعده المسيج تابعي مش مفتوح ومش من قرى لأ معلش شو ما كان عم بيقطع على الإنسان فيه مش عم مش عم بتموت أمه بالمستشفى خيه مش فات بأكسيدان سيارة ما توخزنة طب عم نطلع أونلاين طب في هيدا التشات مش مفتوح فينا نفتحه نكتب مثلا بيزي مشغول تكتو يليتر غنوة أنا مش قادر أحكي بحكي كبعدين طب إنه ما في يعني ربع احترام لهالشخص اللي باعت ميسج إنه ناخد ولو ثانية من وقتنا التامين تنجاوبه طب خلينا ما هنبلش نتمسخر على الوقت التامين طبعا الناس بغض النظر من لكي أنا رح أطلع شوي متناقد وغبي إذا قلتلك إنه معك حق بهالنقطة هلأ هي معك حق شين نفسك عجنب لأنه إنت بدك حلقة لحالك حبيبي أنا هيك بقى للأسف بس إنه لحظة إنت لأنك وقتك هلب مش لأنه دفاعا عن هيدا الشخص منقول ألو ألو معنا فإذن مو دخلي من اتصال جديد منقول ألو أوكي قلنا ألو الماما ردت بس اللي بدقلك يه إنه أنا مثل هيدا الشخص بس خليني يفسر لك شغلي مش تبريرا لألو ولا دفاعا عنه بالعكس تانكيو إنك أنت مثل لهيدا الشخص لحتى شوف بس شو بيدور براسكن الأعواج أنا شخصيا شغلي أونلاين يعني أنا شغلي على الأونلاين وأنا أعطي طبعا بكون فاتح واتساب واب كل الوقت يعني أنا كل نهار دوامي بكون فاتح واتساب واب فأكيد كل ما أفتح التاب وأنا عم بشتغل كمان على واتساب يعني بكون في عنا جروب على واتساب كمان عم نبعت عليه لينكات ونشتغل كل الوقت لايف فأنا بس أفتح يعني أطلع ليك أونلاين إذا أنت حكيتيني مثلا بكون أنا فاتح التاب وعم بشتغل يعني ايه بكون عم شوف ناس عم تطلع قسمية هون اكيد يعني بعرف انه هي بدا ثانية لقلك غنوة بي رايت باك او غنوة مشغول بعرف بعرف بس وحيات انا عم بحكي عنها لي ايام بكون حتى اللي غنوة ايام بيزي برجع بحكيكي ما بقولها واصلا حتى لو قلتلك ايها برجع بعمل المسج يعني بعملها انه تضو يعني اني كأني مش قريب ان راد يعني كأنا اي 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 بس انه برجع بعملها لانه انا انساني بينسا يعني اذا قلتلك برجع بحكيكي ورجحت عشي شفت انه ما عندي شي مضوة بغض النظر اذا قلتلك برجع ما بحكيكي يعني طيب ما فيك تبعات لي برجع بحكيكي وتعملها ان راد تتذكر انه بدك ترجع تحكيني هو الخمسة عشر ثانية اللي حكيتي عنا بين اني اكتبلك وعمل ان راد عن جد بعتبر انه كنت استفدت منهم بشي تاني بشي لينك بعدت على الجروب الواتساب ليك هيسم عن جد بدي ابقى محترمتك انا بهالحلقة واصلي معي لفوق صمديحتي انا بس انا واو صمديحتيك صراحة كتير جزابي جزابي جدا صمديحتيك وشبينك عالي ما بينطل انا مش دفاعا عنه بس عم قلك انه ايام ايام مش دايما وانتي بتعرف انه مش دايما بتكوني هلأ كزابة اذا قلتي دايما ايام بيكون الانسان عن جد مضطر مايرد مش لانه يمكن يا اختي كمان ما عندي شغل بس ايام بيكون بحالة نفسية حتى حاله اذا حيك انا اذا عدبعت لنفسي ما برد هالقاد بتكون الحالة النفسية مش خرج واحد يرد يمكن طب يا خيلي انا ما عندي منها هايدي طيب ليش يعني انه انا فيني كون هيك وما عم بقدر كون يعني انا شوفي ييتا انه انا اول ما حدا يبعتلي ميسج ان شاء الله كنت يعني سوري فيه يقلك ابسط الامثلة لك من يومين على الساعة 12 ونص بالليل ياما واحدة بكل معرامي بكل معرامي حتى بحكي بقوله I'm busy with them اوكي لا مش لهالدرجة come on me يعني على 12 ونص واحدة بالليل بدي قلي اخته لرامي انه عم تسمع صوت بالبيت انه مثل شي صوت حديد مثل كأنه حدا عم بيجري بيفوت ونحنا اكلنا ترومة وبلشنا نفوت نقوم بهالبيت نسكر كل البواب بذات الوقت انا كنت عم بحكي مع شخص على الواتساب بقيت عم بجاوب يعني ويلي ويلي اتطلع اذا في حدا بالبيت ويلي رد هالقد انا ما بقدر اترك حدا حكيني ما يكون ردة عليه ان شاء الله كنت بالشغل مشغولة عندي correction عم بيحضرولي حلقتي بياخد ولو ثانية بس قول انه مثلا انا عندي corrections بخلص وبحكيك بخلص وبحكيك ستحان الله ما بعرف في عندي هالشي اللي جوات اللي انه انا بحترم لما حدا يبعت لي message وبدو جواب مني فأي تيك دو تايم بانه جاوبه يخيي شو فيها يعني عم تقولي عني وعن هذا الشخص بالاحترام صراحة يعني ايه يعني فينا قلهم للجايز شغلة فينا قلهم شغلة للجايز مبارح جايز مرتين كان طالع هايسم وبدو خبرو شي كتير مهم بالشغل عن البودكاست رح نفجئكن فيه قريبا غير انه دقيت له مرتين وما رد وكان انلاين هالقد وقح بعدت له message قلت له هايسم انا كتير محمسة بدي احكيك ولا عيني له الموضوع لجوابني لاخر الليل قلت له خلاص بكرة بحكيك طب ما بقطني اياها للخبرية بطل حتى بطل الى نفس حتى خبرو يعني حماسة راح اوكي خليني فصفص اول شي الخبرية خليني نبلش بانه الحمدلله على سلامتها اخته لرامي بس انه اخته لرامي دقيت لكم لتقل لكم انه بحاس انه في حدا عم بيفوت عبيتها قمتوا قمتوا سكرتوا انتوش ببيت عبيتنا عبيتنا انه هي سمعت خافت ببيتها فقمتوا سكرتوا ببيتكم استريم افهمت عليك هيدي اول شغلة تاني شغلة موضوع انك انت عم تردي على هيدا الشخص او واتأفر اوكي بس انه ما رح سميلك بطولة غنوة يعني لانه يعني ما رح انه ما تتوقع مني زقفلك على الشي اللي عملتي ثالثا على موضوع انك حكيتيني برجي على موضوع واتساب ويب اذا بتعرفي بس تفتحي واتساب ويب ما بيعمل يا حياتي ولا بعرف بس بيجيك فوق على اليمين على الكمبيوتر انه هالشخص حكيك اه بعرف بتخدق كبسة لا تكتب على الكيبورد توقت لك طيب بحكيك عشية انت عم تشتغلي الكوركشن طبعك انا حكيكة وستيفاني حكيتك ومرسال حكيكة وروادي حكيكة رح عطبي الهودة ايه بدك تقلي طالبينك هلأ كل اصحابك بيحكوك بالنهارات وانت ما بتلحق على الشي شفتي كيف تاخدي المواضيع لمنحة اخر شفتي او لا لا بس مين مفكر حالك بس عبلي اعرف طيب نحن هلأ قبل الضو اوكي وانا قبل ما اعمل الحلقة اي اي وقبل ما اعمل الحلقة فضيت الواتساب طبعي يعني شفت الاشي اللي موجودة علي تفضلي تفضلي مش انه انا حدا مهم بس شوفي اوكي شفتي هيسم انا بنهار اي 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 لايك 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 بعدني مكفع يعني لدرجة لدرجة انه لازم يتعلق لمصل هود الناس تعرفي انا عام تبرد عليهم صراحة بس كون سايق وحيات الله مش قصدي شي بس انه هيدا الوقت اللي بيعتبروا فيه وقت انه عمسوا او قبل ما نام فاذا كل حدا بدك تقولي لي وبيزي بيريت باك برجع بحكيك برجع بحكيك برجع بحكيك صرت عم تعملي تشاتينج اربع ساعات مع ناس هيدا قصدي فيه فرق بما يكون احدا حكيك تقولي له لحظة او في كذا حدا طب اذا هيدا الشخص بعرف انه منه بيزي وما عنده واتساب ويب وما عنده شغله على الانلاين صح خلينا نرجع لانه صارت كتير انه it's not me it's you it's not you it's me طب in this case لما يكون الشخص مش شغله على الواتساب وما انه شغله انلاين وبعرف انه ما بيشتغل بيكون هيدا الشخص هلا مش عم برجع مش عم برر له عم خبرك شو عم بيصير بيكون هيدا الشخص هلا مش عباله غنوة لي عم تعمل محام الشيطان يعني بيكون هلا انا مش عبالي اسمع صوت غنوة او حكي غنوة هيدا الشي فيني اقوله اوكي لكن طلع من حياتي اكزاكتلي اذا انا مش معتبر غنوة رفيقتي يعني انا اذا معتبر غنوة زميلة بالشغل فيني اقول انه ياه مالي جلدتها هلا بعدين برجع بلد بس اذا هي رفيقتي هاي الجملة ما فيني اقولها براسي يعني بدي اعتبر ليش مسميها رفيقتي لكن خلص تاكن عن جد اطلع من حياتي وخليها تطلع من حياتي فبمجرد ما هيدا الشخص اللي عم نحكي عنه قال انه اي اي سوري طلعت شو شو صار لك سوري طلعت اي بمجرد ما هيدا الشخص قال انه ما قالي جلدت غنوة هلا او هتلى رد عليها بعدين ايه لازم ما يكون بحياتك كصديق فيه يكون بحياتك كزميل كجار كحدا بتعرفيه بس صديقك مش مفروض يعني انت براسك يا عزيزي المستمع مش مفروض تقول نعم براسك عن صديق ما قالي جلدت رد عليها هلا هيدا يعني مش صديقك ولا انت صديق صح نعم خلصت جملتي فيك تحكي اوكي ليك ما بعرف شو بدي اقلك لا وانا انا بعرف صراحة اللتن وعملتيلي قصص بلا ما الناس تشوف خليها الناس تشوف وتفرح اعملتي قصص يعني تلت تلت سمايه يعني هلا كيف را نكفي الحلقة اوكي هيسا يعني تقول لك انه اناعتني مية بالمية ما اناعتني بس يعني اللي بقدر اقول لك هي انه ما بعرف ليش عن جد نحنا منستنظر العالم عادة يعملونا متل معا من عاملون وهلا يمكن نحنا اخدنا قصة واتساب انه هيك كمثل اول مثل نحكي فيه بس هي اكيد قصص تانية يعني حتى بالتعامل حتى بالقصص اللي بتعملها لهيدا الشخص you go to the extreme while هيدا الشخص يمكن ما بي قيبلك بنفس العطاء مش بس ع واتساب بالحياة كمان السبت ساعة 4 ونص شو كان صاير بالظبط هو كان صاير هيدا الفكرة اللي هو انه عم يطلع اونلاين كذا مرة وانتي حكيتي شي مهم او حكيتيه شي مهم نو اللي صار انه هو اول شي ذكر او انثى ذكر او انثى او الجنس غير محدد الجنس غير محدد اللي انا ما نعرف خير اللي انا ما نعرف بعد ما تأكدت انه كنت عم بسأل على واتساب انه انت ذكر او انت هل كنت ملات برد اوكي بغض النظر انه هيدا السؤال ما كتير بيضيف لحديثنا بيضيف لأني اللي حتى عارف مين هو الشخص اوكي هلأ تحت الهواء بعطيك تفاصيل اللي صار انه انا سألت سؤال اوكي سؤال لحظة عن جد سؤال عميق بيتجاوب عليك مش انه ايه انه مثلا فيه فرق بين سؤال عن جد عم بحكي فيه فرق بين سؤال شو الموت بنظرك وفيه فرق بين سؤال كيفك اليوم اوكي اكيد لا ايه يعني هل هو السؤال بده اقعد سرده ولا انه سؤال كيفك اليوم شو عامل شو اخبارك لا هو كان سؤال سريع سو اللي صار انه بعطت لهيدا الشخص سؤال سريع واز بهيدا الشخص طلع على الارجاح ثلاث مرات انلاين بهيدا الساعة وما جاوب واز انا فيي لاني انا فلتت معي يعني كيف بيقولو فلتوا معي فيو ذاتي كتبت انه خلص انسى ان شاء الله بتعمل هول حركات طبعا محياتي المسج لا 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 بس كتبت خلص انسى بعد ساعة بعد ساعة من السؤال وبهي خليل هاي الساعة طلع شكت اربع مرات وانبعا صح فهيدا الشخص عصب والشابب وعصب والشابب انا ما بحبه حركة انا ما بحبه حركة خلص انسى انبعتلي voice note بليقبي حضرته وبلي قلته مثل انه you don't know what's happening with me تاق 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 هيك هيك هايك عم بيصير معي وجيت انت انه خلص انسى خده واو اوكي ويل انا كل سؤالي حقه انك تفوت على التشات وتجاوب بانه انا مشغول بحكيك بعدين بس هو الاسباب اللي كانت عنده اللي هي انتي ما بتعرف شو صير معي هو غنوة انت اكيد احمل شفافك وحييت الله لك انت بقلك بس انه كتير كبرانين كتير كبرانين ما بعنا لانه الصباح حياتا بجبجة انا كمان بس اوكي 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 فهو اسبابه حتى ما انا عاتيك يعني كمان اسبابه حسيتيا انه بضمن هاي الاسباب كان قادر يقلك انه انا مشغول اه اه صراحة اوكي قلك هاي الخبرية وخدي شو بلوك تليت باي باي ما حكي اه انا ما عنده منهم هون اللي صار انه ما جوابت ما جوابت نيمت على الموضوع للليل بالليل جوابت بطريقة محترمة بتليق بمكانتي بتليق بحضرتي استوعب هيدا الشخص الغلط اللي عمله معي لانه انا كنت كل سؤالي بسيط ورجع مشي الحال بس رجع ما مشي الحال بعدين شو بيك هاي سوم شو حياتي شو بيك بتمننا بس ياريت بتقدروا انكم تكونوا عم تحضرونا وحيد الله لذا كتير قلو ببين انه مفصوم على الهواء انه انا فجأة بضحك بس انه بيكون صاهر اشياء طيب فهمتيك اوكي بس انه انت من الاشخاص عن جد يعني معقول تصل لمحال تقولي لانسان طلع من حياتي او مش تقوليها يعني الحسية لانسان بس لانه حكيتيه بزرف ساعة طلع اونلاين وما رد عليك يعني انت بتعتبر هيدا الشي عن جد اولوية يعني عن جد بتعتبر انه لا انتبه مش لهالدرجة انا يعني كمان هالقصة تحية انها تراكمات ايه اكيد تراكمات طيب خليني اقوليك شغلي هلأ بغض النظر اذا مشي الحال او ما مشي الحال او اذا تخنقتوا عهي النقطة او ما تخنقتوا عهي النقطة لنبعد شوي عن موضوع الواتساب جاوبيني ايمت بتقولي لانسان طلع من حياتي يعني بتقولي هيك بالفم الملقان ما بتفكري حتى بالموضوع وما بتندمي اصلا طلع من حياتي لانه اعطيني خمس اشياء يلا بس بشكل سريع طلع من حياتي لانك انا اعطيت افضل ما عندي وعطيت كل شي بقدر اعطي وما حصلت على شي بالمقابل او ما حصلت على نفس المستوى من العطاء طلع من حياتي لانه طلع من حياتي لانه انا مشاعري منى لعبة بين ايديك طلع من حياتي لانه طلع من حياتي لانه منى بحاجة لاشخاص ما بدون ياني بحياتهم طلع من حياتي لانه طلع من حياتي لأنه مش نقصني واجعت راس وطلع من حياتي لأنه وطلع من حياتي لأنه أنا غنوة أنا من غيري أنا يعني أنا لا أتعامل بهيد الطريقة ما خلق وما عاش اللي بدوا يعاملني بهالطريقة أنا لا أزبل أنا لا يعني أتعامل بهيد الطريقة أعامل ما فيش اسم أتعامل أوكي أعامل أنا شايف حالي يعني أكيد شايف لما تطير أنا دايما هيدا بأولى لأنه هالقد شايف حالي أنت بتطير بالتيارة صح مسافر صح أنا أنت وبالتيارة إذا بتطلع من الشباك بتلاقي منخارة طاير بالسماء نعطي نشوف نعطي نشوف الإجزامبل فكرت فكرت رحت عاملي متافورة أنه أنت الطيارة أنه ما معي أنا فوق 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 آه يعني هودل بيخبرونا أنه المطابات هوائية وما أنه المطابات هوائية وإنت بتكون عم تعطسي مثلا صح صح هيدا بكون عم جاري بطلع منخارة بعد أعلى من الطيار طيب بس ليك هيدا أنه أنا هل قد شخص شايف بحاله لحظة بس خليني بقى فسر هيدا شوفت حالة وغرور بس خليني فسر ما إكزاكتلي أنا شايف حالي بس يعني أنا كل إنسان وكل اللي بيحكونا أصلا من مستوعين أول شي بمصوار ماشي أنا سردتها مع ثلاثة رباعة اللي بيسمعونا على أول شي بمصوار من ففوت بأمور شخصية أنا شخص جدا 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 متواضع يعني مش إنه بشوف إنسان مثلا ما بيعرفني بشوف حالي عليه لا بس أنا من داخلي بشوف حالي قد الدنيا يعني أنت لوضح لك بس ونوضح للناس مش إنساني شايفي حالة أنت إنساني عندها أنا شو خلاص أنت إنساني عندها self esteem و self confidence مش إنساني شايفي حالة إلى أبعد الحدود تحب حالة إلى أبعد الحدود إذا بدك أو بتقدر حالة إلى أبعد الحدود مش إنه شايفي حالة عن الناس وهيدا شي كتير صح يعني بالعكس غلط اليوم يلي مش مقدر حاله يلي ما عنده self esteem ويلي مش معتبر إنه كرامته قبل الدنيا كلها ووجوده قبل الدنيا كلها مع إنه بترجع بتستغرب لما أنت تكون بهيد الحالة كيف معقول هيك شي يصير معك يأثر عليك ويأثر عليك صح مثل كأنه الacceptance تبع المجتمع أو تبع هيدا الإنسان بالذات تم أثر عليك لدرجة إنه غير لك بالموت تبعك صح وهيدا كمان سؤال بينسأل وهيدا شي طبيعي لأنه بشخصيتك غنوة وأنا بهيدا الشخصية بتشبهني بمحل معين أنه أنت بشخصيتك حدا من جوة جوة إذا بترجع لكل هيدا بلال من جوة 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 بتحس أنه أنت إنساني إذا بترجع لك بتحبي كل الناس وبتعامل كل الناس للمكسيموم وكل حدا عشوية على الطريق قاطع بتعبطي هالأدي يعني عن جد عم بحكي لأنه بدي عامل الناس صح بدي عاملهم بس إنه ما بدي أنجرح منهم بنفس الوقت بدي منهم مثل ما أنا عم بعطيهم فهيدا التناقض كله صعب يا هيسم آه هيدا التناقض صعب صراحة لا شك إنه صعب وعن جد أبقدرلك إياها إنه صعب كتير حبيت الناس اللي قلتيلهم طلعوا من حياتي إنهوض الكايكا لأنه هيسم ما بحب دلني واعي على تصرفاتي أيام بحب قلبي يقودني بس ما فيكي مع كل الناس وما فيكي حتى مع السيركل طبعك حياتي بعرف بعرف آه يعني إذا أنت عندك سيركل من الأشخاص يلي قراب عليك بعد السيركل طبع الناس يلي بتكوني بس أنت بس أنت معهم بعد كتير أصغر من هاي السيركل الصغيرة يعني يمكن تكون نقطة حتى إنك الحدا اللي عن جد أو الناس اللي عن جد تكوني معهم على سجيتك لدرجة إنه لا تفكري بشي ولا تسأل شي وبعتقد حكيين بجملة بحلقة قبل ولما حكينا عن الأصحاب يمكن وقلتلك أنا أنا السيركل طبع أصحابي كبيرة بعدها كبيرة وكانت مثلك كانت إنه أوسق بالكل كون على سجيتك مع الكل أنطر من كل هؤلاء الأصحاب إنه يكونوا عم بيعملوني بنفس الكيرينج وبنفس الاهتمام بنفس الحب اللي أنا عم عملهم فيه لوصلت لمحل لحظت إنه فيها تكون السيركل طبع أصحابك هالقد يعني كبيرة بس لأ السيركل طبع الناس اللي تكوني عن جد مثل ما أنت معهم لدرجة إنه عبيعطوكي مثل ما عم تعطيهم وهالقد يعني هيكي مرتاحة سوبر صغيرة نقطة حتى مش سيركل نقطة فلا شك إنها مزعجة بس إنه حلو إنك تتعلم يعني بعتذر إني عم قليك إياها لعمر 30 سنة غنوة بس إنه إيه ما جيت تقلك إنه إنه كوم آن يعني إنه إذا بعد 30 سنة بعد ما تعلمت إنه شو ناترا لأوصل على يوم دفنة يعني لأتعلم ما علي كله بيعلم بس هلأ الناس اللي عم تسمعنا اللي عمرة تحت تحت 15 اللي عمرة تحت الـ 25 أو الـ 20 إنه إنبصتوا بهذه الحلقة وخذوها درس مش لحتى يصير عندكم trust issues أبدا بس لحتى ما تكونوا متوقعين إنه الناس تكون مراية عنكم بالزبط يعني ما في حدا مثلكون كيف ما كانت شخصيتكم ما في حدا مثلكون بالزبط يعني ما في حدا بيعطيكم على الأد مثل ما أنتوا بتعطوه فكونوا موقعين بإنه أنتوا رح تعطو بكتير محلات وتنجرحوا لأنه ما عم تاخدوا بالمقابل لأنه للأسف نحن كبشر عندنا هيدا الإحساس بإنه نحن نحب إيام ناس أو نكار أو نهتم لناس هنه ممكن ما يهتموا فينا بالمقابل نكار فبس خليكن هيكي محصنين إذا بدكن لحتى لما يجي الكف لأنه بعتذر أني عم خبركن سبويلر أليرت أنه رح يجي الكف هلأ أو بعدين من كتير ناس بالحياة لحتى تتعلموا لحتى تكبر وتنضجوا بس لحتى قال لي لي لما يجي الكف مش يجي كف هيكي ما كنتوا حتى مخيالينه كنتوا عارفين رح يجي بس فاجأ كنتوا وقيتوا بس تفرق الواجع فكونوا محصنين غنوة أنت كمان حتى لو عمرك 30 وأنا عمر 30 كونوا محصنين من هذه العلاقات وحبوا حالكم أكتر يعني قدروا حالكم مثل ما كنا عم نحكي عن أنا وغنوة قدروا حالكم أكتر حبوا حالكم كون عندكم سلف كونفدنس وسلف استيم أكبر بحالكم وساعتها كل الناس يلي بتكون مرأة بحياتكم عملوها مثل ما أنتوا شخصيتكم بس بنفس الوقت كونوا موقعين منها الأسواق دايما أنا هيدا نصيحتي الخاصة يعني ما بعرف فيكم ما تخدوها بعين الاعتبار يعني هيسم عن جد هيدا الموضوع دايما كان يكون هيك إذا بدك سؤال بترحه لنفسي هو دايما بس مشكلتي أجان إنه دايما بتتوقع إنه هيدا الشخص رح يكون مختلف لا خليني أعطيه شانس يكون مختلف وإذ به بفاجئك هيدا سؤال بحس بحياتنا مش رح نعرف نوصل له لجواب يمكن كخلاصة أنا بهالسنتين اللي قطعوا يمكن طلعت شخصين من حياتي بس أيما تطلعتهم لما أنا أصلا تعبت أعطي إفار لهيدا العلاقة لما حسيت إنه هني زيرو أفرتز أنا كنت تعاطي تود أكستريم وبلش يخف 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 مع الوقت لأنه بالمقابل كان فيه زيرو أفرتز تصاروا خلص مع دومين وبطلنا أصلا نحكي مع بعض يمكن بهيدا الكيس اللي أنا هلأ عم بعيشها عم بحس إنه بعد هيدا الشخص التاني عم بيعطي بس مش قد ما أنا عم بيعطي يمكن تخف يمكن تزيد بعدين We never know بس لا شك إنه الواحد لازم يتعلم حتى لو كبر حتى لو شاف كتير بهيدا الحياة Thank you so much هاي سمعا جد بحبهو للحلقات لأنه غير إنه كل واحد بيكون برأي بس أيام بتضويلي هيك شوي على قصص يمكن أنا ما بكون قادرة أشوفها أو يمكن لأنه أنا مني هيك فما بقدر استوعبها ومثل ما بيلك دايما Thank you لوجودك بحياتي اليوم وكل يوم وعلى أمل أن يلتقى الأسبوع المقبل بس بحب إلهم للجايز ولكل مستمعين أول شي بونصوار اللي مننن عنا على إنستغرام إنه أنتو عم بتروحوا كتير عليكن لأنه الأسبوع الماضي أنا نزلت ستوري على صفحة أول شي بونصوار وطلبت من كل شخص عبيله يشارك بي Part 3 من مين الأسكا إنه يبعط لنا اسمه ورح نختار بالقرعة شخص واحد من مستمعين أول شي بونصوار يلي بتابعونا على إنستغرام إنه هني يكونوا عم بيطرحوا علينا الأسئلة لإلي ولهيسم ورح نطلع بحلقة مين الأسكا Part 3 على الأرجح إنه تكون الأسبوع المقبل أنا بهيدا من هلأ للأسبوع الجاي على الأرجح بالويك أند أو أول أسبوع الجاي رح أطلع أعمل ستوري أسحب بالقرعة الاسم ورح نبعثلو كرمالي يحضرنا عشرين سؤال عشرة فنية وعشرة معلومات عامة ورح نطلع بمين الأسكا Part 3 وهيدي هي الحلقة اللي فعلا رح تحسم النتيجة بيني وبين هايسم هلأ هي ما تبرتها رح تحسم بما إنه نحن هلأ 2-0 يعني حتى لو ربحنا ربحة هي هذي الحلقة رح نكون 2-1 بس أنيواي ما عندي مشكل بحب أن تربح شكراً غنوة أنت كمين عوجودك بحياتي بعتقد أنا فيني يقليك إيها بالفم الملآن ولا مرة بحياتي رح قللك طلعي من حياتي ولا رح تاكل مني كفتلس ما بيحترمكن وبيحبكن وبيخاف عليكن قد ما بتحترموه بتحبوه بتخافوا عليه خلوا حالكن محواطين بناس بحبوكن على القليلة قد ما أنتو بتحبوهون لحتى تكونوا على القليلة مرتحين كيف ما عملوكن الناس وشو ما تطلعوا فيكن وشو ما قالو لكن احترامكن لحالكن واحترامكن للسلف استيم تبعكن هي أهم شي وعن جد قولوا طلع من حياتي بلا ما تخافوا وبلا ما تحسبوه لحساب لكل حدا بيأزيكن أو كل حدا بيأزيلكم مشاعركن أو ما بيكون عنده احترام لكرمتكن ونحن من هلأ للأسبوع الجاية منقلكم ننتبهوا على حالكن ومنحبكن كتير وما تطلعوا من حياتنا أبدا نحيز ولا من صفحتنا يلا باي ترجمة نانسي قنقر